السلام عليكم إن شاء الله تكونوا كامل الملاح وإن شاء الله رجيم تاخد غالفات تفاتكم بزاف كامل بزاف اللي نقصو حتو بغافو كامل اللي داروه ونجحو فيه واللي ما داروش نشجح وماش يديرو اليوم كاين رجيم جديد الرجيم تانون هو شبا شوية الرجيم تحت 13 يوم لكن أنا جوكو هذا إلي بلوس إفكاس على الأول وفيه 14 يوم دارو أسبوع وفي العشاء تاليوم السابع دارو وجبة مفتوحة بالنسبة لفاتور الصباح تا هذا الرجيم دارو إنتيزان أو كافي أو بيان تي مان سون سكر أو قهوة أو شاي بدون سكر تشربوا المبزاف على الأقل 2 لتر في اليوم وهذا الرجيم ينقص موان دي كيلو بلوس ينقص 10 كيلو أو أكثر في أسبوعين بالنسبة لوجبة فاتور الصباح كاين السلق كما كم تشوفوا أنا قليتوا ملعقة زيت قليتوا مليح ما فورتوا ما غليتوا موالو قليتوا ديركتومو ودرت عليه 2 حبات بيض حبيتوا ديرو الصالاد و تاكلوه كما تحبوا حبيتوا ديرو كما أنا كما تحبوا حبيتوا ديرو البيض مغلي كما تحبوا الإسانسيال تتقيدوا بالمقادير و ما يكونش في الزيت ما يكونش أنا درت فيها شوية ملح و شوية تحرور حبيتوا تستغنوا على الملح فان كما حبيتوا راح يلس نتحكم ميش تلمع أكثر دونك راح تدو نتيجة أحسن أنا لغيجيم توعي كامل ندير فيهم الملح علاش بس كم بعد باكي نرجع ندير الملح من بعد الغيجيم ما عاوتي يرجع لي الوزن تا الماء اللي خسرتو على هذا ندير الملح في لغيجيم توعي و هذا مكان بور المومون بالنسبة لرياضة بونات باوبليجي باش تديروا الرياضة إلا حبيتي تديري تديري ما حبيتيش تديري ما تديريش ما جو بخيفة تمشوا على الأقل نصف الساعة في اليوم للناس اللي عندهم الحرق باطئ الناس اللي عندهم الحرق عادي عادي معليش مكاش مشكل ما تديروش سبار ما تمشوش عادي بالنسبة الناس اللي يحبوا يبدلوا عندكم البيض تقدروا تبدلوه بسكالوب ولا بلجاج هذا مكان بور المومون إذا درتو الغيجيم اليوم الأول رح تخسروا كيلو وكثر كيلو أو أكثر بالنسبة لوجبة العشاء كيلو سلطة خضراء أو سلطة خص معها إسكالوب دو دند أو الجاج أو ستاك بقري هو المنو تا هذا الغيجيم ستاك بقري ما يمزاف ليسكو يقول لك الميزانية وكذا 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 هلو غق اعوضوه بالجاج أو لسكالوب دو دند أو لأ 30 ألف و 40 ألف تجيب لك قد ما تاكل فيها 3 أو 4 جو أو لأ إلا ما عندكم ش كامل تقدروا تعوضوه بثنين بايض بيض وحبة بيت كاملة بالنسبة لوجبة العشاء تاعة اليوم الاول والثامن اوكي اليوم الاول والثامن هذه كما قلت لكم الى كملتوا اليوم الاول راح تنقصوا كيلو ولا اكثر كيلو الناس اللي عندهم وزن تسعين مية مية وشي راح يخسروا حتى لزوج كيلو ورطل في اليوم الاول فقط اوكي هذا الرجيم رائع هذا الرجيم تريد تريد افكاس ننصحكم به وبنسبة للمكاملات ديرو معاها الملتي فيتامين والأوميغا 3 يلا حبيتو تزيدو فيتامين سي ولا كي ما تحبو ما انا جو بخير للملتي فيتامين فيه كلش اليوم الثاني من الرجيم طنو باش تنقصوا عشرة كيلو او اكثر بالنسبة للاوزان الثاقلة راح يخسروا اكثر خاصة اذا عملوا معاه رياضة وبيان تقدروا تخلوا على الرياضة تقدروا تديرو ثلاثين دقيقة ماشي كل يوم وتبدو تزيدو بالعقل كل يوم تزيدو خمس دقايق كل يوم تزيدو خمس دقايق وبالتالي راح تتفادى وثابت في نقصان الوزن بالنسبة للرياضة ولا للمش اليوم الثاني كما قلت لكم من الرجيم طنو نبدو النهار اما بقهوة سوداء لكن بدون سكر كم بزاف اللي قال لك شي زيفيت اسكن قدروا نستعملوا المحليات الصناعية كما لا ساكا غينوا كامل نقول لهم نعم اذا كانت الحريرات فيهم صفر كالوغي فهمتوني لازم ما يكونش هناك اضافة كاين بزاف ناس فانقل لك انا ما نقدرش صباح ضيب باصيل قهوة حليب ابشيروا اليوم الثاني فيه قهوة حليب للناس اللي يحبو يشربوا حليب الناس اللي ما يحبوش يشربوا حليب يقدروا يستعملوا الحليب النباتي كاين حليب النباتي ره مجدون تواجد سينان تقدروا تستعملوا الوصفات التاعي اللي حطتها في القناة حليب الشوفان حليب اللوز حليب جوز الهند تقدروا تستعملوا هذه الوصفات الموني هو الموني فيه قهوة زائد حليب لكن إلا ما حبيش تشربوا حليب ولا ما قدرتش تشربوه ولا ما تحبوش ولا تستعملوا ديروا قهوة بدون سكر أو شاي بدون سكر أو تيزان بدون سكر الإسسانسيال في كل الحالات تستعملوا بالحليب ولا بالقهوة ولا قهوة أو تيزان ولا ما تستعملوا شو السكر أبار إلا كانت محليات صناعية صفر حريرة أنا استعملت الصيام المتقطع كيمكم تشوفوا أنا درت اتاي تقليدي نعناع زايد لاتاي وشربتهم وهذا مكان وما تنسوش شرب الماء على الأقل 2 لتر فيليو بالنسبة لوجبة الغداء اللي هي عبارة عن سلطة زايد طماطم لما تخلطوا سلطة طماطم ومعها حصة بروتين البروتين يقدر يكون 2 بيض بيض زايد حبة بيض كاملة يقدر يكون فيوند يقدر يكون طونا مع سلطة يقدر يكون سمك وسلطة يقدر يكون دجاج وسلطة يقدر يكون اسكالوب دند مع سلطة الإسسانسيال تكون فهمتوا الفكرة أنه يكون بروتين ولا مصدر بروتين قليل الدسم ومعها سلطة خضراء مع طماطم هذا هو بالنسبة الغداء اليوم الثاني من الغذائية تقدروا تستعملوا معه المكملات الغذائية أنا لم أحب أحب فهمتكم عليه قلت لكم لأن الناس لا يعرفون مكملات الغذائية يستعملوها مع الغذائية باش يتفادوا نقص الفيتامينات نروحوا لوجبة العشاء وجبة العشاء راح تكون ستاك داك ستاك واحد يكون كبير تاكلوه فقط حبيتوا تزيدوا معه الصلاة تخص أوكي سينو حاجة وحد أخرى لا داك أنا في المنو بخينسيبال ولا في المنو الحقيقي فيه ستاك وحده تقدروا تبدله بالجاج ولا بسكالوب ولا بثنين بايض بيت زائد حبة بيت كاملة اليوم الثالث من الرجيم تونو ما قبل ما نهضر على اليوم الثالث مشتركات فرحانين بزاف 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 من الرجيم 6 كيلو في ثلثية داو عليه كامل نتيجة رائعة بصحتكم برافو عليكم برافو علي الإرادة أولا وقبل كل شيء لي ما عندهاش إرادة نقول لها الأكل راه نعم من اللي خلقنا فوق الأرض وإحنا ناكلوه وما زال نزيدو ناكلو دونك لازم تدري البويت التاعك ولا الهدف التاعك الأولوية الأولى باش ديري سوال حدو أخرين ولا دونك مام هذا لغي جيم جديد في أسبوع وفي اليوم السابع تاع الأسبوع الأول والثاني في زوج الأسبوعين في اليوم السابع في العاشاء تاع اليوم السابع كائن وجبة مفتوحة دونك الوجبة المفتوحة راح تاكلو فيها أي حاجة حبيتوها ولا تشاهدوها ياريت تديرو الهدف التحكم ولا الوبيت التحكم تاع إنقاس الوزن الأولوية دونك سبع أيام تفوت كيما جسيبا كل اليوم نهار قصير شتاء سفي جب خيف الإنسان يحقق أحلامه لأهدافه الخاصة بالوزن والشكل إلى آخره دونك اليوم الأول اليوم الثالث كيما قلت لكم كاين قهوة بدون سكر أو شاي بدون سكر أو تيزان بدون سكر أنا اليوم درت إنتزان سن سكر معاها حبة خبز كامل تقدرو تبدله بخبز النخالة سينو الخبز الأبيض إلي انتردي تقدرو إلا ما عندكم شكامل تستغنوا نهائيا على الخبز الكامل ولا الخبز وما تاكلوش كامل زف قال لك إحنا ينديرو خبز الأسمر في البيت معلش الإسانسيال لا تستغنوا 30 غرام 30 غرام من الخبز القمح الكامل وتقدرو تبدله بخبز النخالة هذا هو بالنسبة لفاتور الصباح اليوم الثالث التي لا تستغنى عليها الإسانسيال الخبز الأبيض ممنوع لا تنسوا الشرب الماء على الأقل 2 لتر في اليوم سأساعدكم بزاف نروح لوجبة الغداء وجبة الغداء وهي عبارة عن صلطة زائد 2 حبات بيض الصلطة يمكن تكون خاص تقدر تديرو فيها خيار تقدر فيها طماطم أي نوع خضر تقدر تديروها في الصلطة زائد 2 حبات بيض مسلوق أو مقلي 2 حبات بيض كاملة أو سمك أو مصدر البروتين يكون قليل الدسم ميكونش غنمي ميكونش حاجة فيها الدسم لزاف دونك هذي هي بالنسبة لليوم ونقولكم إلى اللقاء إلى غدو إن شاء الله في اليوم الرابع من الرجيم تعنون لإنقاس عشرة كيب ترجمة نانسي قنقر